طيب بنخرج زكاة الفطر دي المين هي نفس مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل دي مصارف تمانية جات في الآية الكريمة لكن إحنا في العصر الراهن العلماء بيحصروها في أربع متاحة الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل إحنا مش هنبحث الوقت عن الرقاب لأن ما فيش رقاب أو عبيد عشان نحررهم ما فيش مؤلفة قلوبهم ناس كفار لسه هيدخلوا الإسلام جديد علشان نقلف قلوبهم أو نحببهم في الإسلام لكن إحنا الوقت بنتكلم عن الفقراء المساكين الغارمين ابن السبيل هو في فرق من الفقير والمسكين؟ آه في فرق من الفقير والمسكين الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه وسمي الفقير بذلك لأنه لا يجد ما يقيم فقار ظهره من هنا جاء كلمة الفقر أو لفظ الفقر لا يجد ما يقيم به فقار أو قوام ظهره الفقير لا يجد ما يكفي أو لا يجد قوت يومه أما المسكين فإنه قد يجد قوت يومه يعني لا يأكل لكنه لا يجد ما يكفي مطالبه الأساسية في الحياة فيه مطالب أخرى فيه أولاد عايزين مصاريف دراسة فيه لو حد تعب في الأسرة محتاج علاج فيه ملبس ثياب الحاجات اللي زي دي ما يقدرش أنه هو يكفيها لكن بالنسبة للأكل يقدر أنه هو يجد قوت يومه ده المسكين جرت العادة أن الفقير بيطلب المساعدة من الناس لكن المسكين يتعفف لذلك سميها المسكين ومسكينا من السكون لأنه بيتصف بالسكون أو بالصمت لا يسألون الناس إلحافة ولذلك يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف لأنه هو بيتعفف ممكن يكون محتاج وضعيف جدا لكن بيتعفف عن السؤال لكن الإنسان القادر عليه أنه هو يتحرى في البحث عن الفقير وعن المسكين وما تنتظرش أن ما ييجي يطلب منك لكن أنت عرفت أن فلان ده له ظروف معينة ظروف مرضية ظروف مادية يبقى أنت عليك أن أنت تساعده بدون ما يتعرض لزل السؤال خاصة أن أنت يجب عليك أن أنت ما تستسهلش وتخرج الزكاة للمتسولين اللي بيجوا يطوفهم ويمرهم على الطرقات ويوقفهم عند إشارات المرور وعند المطبط في الطرق ويسألوا الناس وبإلحاح ويطلب من الناس بإلحاح ده كده بيضيع حق الإنسان الفقير المسكين المتعفف اللي قاعد ما بيقدرش يسأل لكن أنت عليك أن أنت تتحرى وتصل للمستحقين إلحائيين ده بالنسبة للفقراء والمساكين أما الغارمين الغارم اللي هو الإنسان المدين اللي عليه دين وغير قادر على سداد الدين وطبع إحنا عارفين أن الدين من أسقل الأمور اللي ممكن ترهق صاحبها لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وفي القرآن آية طويلة هي أطول آية في سورة البقرة أطول آية في القرآن كله اسمها آية الدين تدل على مدى عظم خطورة هذا الأمر وهو الدين وإن الله عز وجل يغفر للشهيد الإنسان اللي بيموت شهيد ربنا بيغفر له كل زنوبه إلا الدين لذلك المدين بيبقى عليه حملة إيل والدين بتاعنا دين تكافل دين تضامن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه وبعضه فما ينفعش أن يكون فيه إنسان مسلم عليه هم تقيل وبقية المسلمين يتفرجوا عليه وما يساعدهوش لذلك فالإسلام فرض له من مصارف الزكاة حق شرعيه إبقى إذن من حقك أن انت تدي من زكاة ملك للغارم يعني المدينة اللي عليه دينه مش قادر يسده تدي له علشان يسد الدين أو تسد عنه هذا الدين وتحتسبه من الزكاة وابن السبيل مين ابن السبيل المسافر اللي زي انقطع به الطريق يعني إنسان كان مسافر حتى لو مش فقير ومعاه مال لكنه في بلد غير بلدته وفقد المال بتاعه سرقت محفظة نقوده أو سقطت منه نقوده ضاعت منه وهو بلد غريبة وعايز يروح أو يسافر بلده ومش معاه فلوس في الحالة دي طلب منك أن انت تدي له أنه هو يروح أدي له من زكاة المال أطيطيه لكن بقدر ما يرده إلى بلده فقط ما تدي لهش كتير لكن ممكن تركبه وتدفعه للأجرى أو تدي له اللي يوصله لبلده فقط وتحتسبه من زكاة المال اشتركوا في القناة